الكثير من المهاجرين غير النظاميين خسروا حياتهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هربا من ظروف بلدانهم صحيح ففي قصص مأساوية وظروف لا تزال تبعثوا على القلق وتحول الحلم مع الوقت إلى مقبرة لمن حاولوا العبور في السنوات الأخيرة ازدادت ظاهرة الهجرة غير النظامية لتتزايد معها معدلات الموت حيث تقول المنظمة الدولية للهجرة إن نحو ألفي شخص لقوا حتفهم غرقا في المتوسط وهم يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية وبحسب المنظمة فإن إجمال المهاجرين الذين وصلوا عن طريق المتوسط إلى أوروبا هذا العام كان أكثر من 82 ألف مهاجر بالنظر إلى نقاط العبور والانطلاق تعد تونس وليبيا نقطة الانطلاق الرئيسيتين لزوارق الهجرة غير الشرعية في الوقت الذي تشكل فيه إيطاليا واليونان نقاط الوصول الرئيسية إذ تعاد إيطاليا أحد الدول المستهدفة من قبل المهاجرين إذ شهدت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين هذا العام وصل إلى 60 ألفا حتى الآن مقارنة بالعام الماضي الذي كان فيه عدد الواصلين إلى 27 ألف مهاجر ينضم إلينا من تونس خالد طبابي الباحث الاجتماعي والناشط في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أهلا وسهلا بك معنا أهم مخرجات مؤتمر روما مواجهة مهربي البشر وتشديد المراقبة على الحدود أليست هذه مقاربة أمنية أكثر منها تنموية كما حاولت أن توحي جوجيا ميلوني شكرا لك وتحية إلى كل المتابعات والمتابعين هو في الحقيقة اليوم لا جديد لنا تحت الشمس وهو مصار القديم المتجدد يعني نعم هو نتجه أساسا في مقاربة أمنية لأنه على ما يبدو أن الشعارات والعنوين والمفردات الكبرى في هذا المؤتمر كغيره من عديد المؤتمرات السابقة أو القمم السابقة هو فقط في سبل البحث عن مكافحة الهجرة غير النظامية ولكن في الحقيقة هو أنه نعرف جيدا أن السلطة السياسية الإيطالية وجورجيا ميلوني تبحث عن تحقيق شرعيتها المجتمعية لأنها تعهدت في حملتها الانتخابية بعدم تدفق المهاجرين وقالت بفصيح العبارة لا لأسلمة أوروبا وتعتز بتاريخ الفاشية الإيطالية أكثر من 82 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا 60 ألف مهاجر منهم إلى إيطاليا عبر المتوسط هل يمكن القول أن هذا الوضع جعل من أوروبا أو دفع أوروبا إلى رفع مستوى التعامل الأمني مع ملف الهجرة عبر إكال هذه المهمة إلى دول جنوب المتوسط لقاء مبالغ مالية هو في الحقيقة ليعطيك مثال يعني إن كان عدد الواصلين هذه السنة يعني 60 ألف أو 80 ألف فإن أوروبا في إطار الحرب الأوكرانية استقبلت أكثر من ثلاثة ملايين مواطن ومواطنة أوكرانية وأوكرانية فإنه في النهاية إن كنا نقارن بالعدد يعني فلا تسوي شيء أمام طلب اللجوم القبل المواطنين الأوكرانيين يعني في النهاية هذه على ما يبدو هي استراتيجيات شعبوية يمينية فهناك يعني نقاط الالتقاء والتقطع اليوم ما بين ميلوني وما بين الرئيس قيس سعيد فكلاهما يعني يعمل على إنتاج يعني عقليات تكره وتنبذ المهاجرين فاليوم للأسف يعني ما حدث هو انتكاسة لأنه اليوم كما نعرف جيدا على الحدود التونسية الليبية وعلى الحدود التونسية الجزائرية هناك يعني مهاجرون عالقون ومنبذون وهناك حتى الجثث ثواء الأموات للأسف والانتكاسة هو أن ملف المفاوضات على ما يبدو المالية صارت على حساب يعني آلام الإنسانية وأناس ذاقة بهم الحال فعلى ما يبدو أن هذا المؤتمر لم يأتي بسردية يمكنها القطع مع الأزمة التي اجتاحت سواء كانت البلاد التونسية أو بلدان أخرى أفريقية أو مغاربية أي البلدان التي تعيشوا على وقع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على ما يبدو أن نكرر مرة أخرى هذا المؤتمر هو يعني مصار القديم المتجدد إن كان عنوانه الكبير هو يعني في مكافحة الهجرة غير نظامية فهو بالضرورة يشير إلى مقاربة أمنية وليست مقاربة حقوقية راديكالية تطورية تقدمية ديمقراطية فهو يعني بالأساس يتحدث هذا المؤتمر عن مكافحة الهجرة غير نظامية وبالتالي فهو مزيد من تضييق حرية التنقل ولم يطرح هذا المؤتمر بشكل مباشر وبشكل يعني ديمقراطي مسألة التنقل الآمن ما بين دول الشمال وما بين دول الجنوب ففي النهاية يعني حافظوا تقريبا على نفس المقاربات وما يقع اليوم يعني في سياقات الشعبوية أنهم يخاطبون يعني العواطف بدلة القوب بدلة العقول من أجل يعني المحافظة على ديناميكيتهم الشعبية والمجتمعية وقد تتواصل أيضا هذا الملف يعني في إطار الحملات الانتخابية وما يقع يعني اليوم هو المزيد من التوجه يعني أو في إطار دائما ما نقول الابتزاز الأوروبي لتونس لتظل تونس يعني كغيرها مثل بقية الدول الأخرى يعني توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تونس ألا يعني يجعل أوروبا تغض النظر عن سلوك الأنظمة سواء في تونس أو غيرها من أدول التي سيتم استنساخ ربما هذه الاتفاقية معها عن السلوك الدكتاتوري واللاديمقراطي لهذه الأنظمة نعم هو في الحقيقة يعني بنفس التوجهات هي في النهاية يعني على الأقل حتى نتحدث فقط في بلف الهجرة كما نعرف يعني أنه من تسعينيات القرن الماضي هناك اتفاقيات الترحيل نتذكر بيان الشراكة مع ديرلاين والوزير الأول الهولاندي وجورجيا بيلوني هنا في تونس والذي تحدث عنه إعادة القبول يعني اليوم السيناريو مفتوح على عديد الفرضيات من أبرزها يعني وبعد هذا المؤتمر هو على ما يبدو المزيد من الفواجع والكلفة الإنسانية الباهظة سواء كانت على الشواطئ التوليسية أو في البحر الأبيض المتوسط وكذلك حتى في الحدود البرية ما بين الدول المغاربية ونعني أساسا في لوس ليبيا وتونس والجزائر في الصحراء وفي الغابات وبما بينها مرتفعات الجبال فعموما التوجه لازال يعني يتجه نحو مزيد من تضييق الخناق على المهاجرين وأن هذا الخطاب عموما وهذه الأيديولوجيات الشعبوية اليوم التي تقوم بحملات انتخابية ومفاوضات مالية على حساب المهاجرين هي في النهاية بطبيعة الحال وهذه النقطة مهمة أيضا ذكرت بها سيد خالد كون ملف الهجرة كان أساس الحملة الانتخابية لميلوني والوعود التي أطلقتها في هذا الإطار هي التي أوصلتها إلى السلطة هل هناك تخوف من محاولة استخدام هذا الملف لتكريس نفوذ نفوذ معسكر اليمين ليس في إيطاليا فحسب بل في دول أوروبية أخرى أي هو اليوم يعني أولا العالم يعيش على وقع اللحظة الشعبوية هذا على الأقل في جميع دول يعني حتى لا ننسى أن فرنسا كذلك أصدرت قانون يعني تأشيرات للتونسيين بالنسبة 30% فقط اليوم يعني هذا القانون دمر وفتت عائلات تونسية بأكملها اليوم يعني هناك مرحلة يعني غير مسبوقة تتمثل في إذلال التونسيين والتونسيين في عمليات الحصول على تأشيرة وتعتبر يعني على سبيل المثال وليس الحصر أن الدولة الفرنسية بأن هذه الخطوات هي يعني ناجحة من أجل يعني تفريغ وأوروبا يعني أو فرنسا من عديد المهاجرين التونسيين والتونسيين فعلا ما يبدو يعني أنه هذا هو التوجه عالمي في إطار يعني اللحظة الشعبوية شاهدنا يعني تقريبا جميعا ما فعلته السلطات الأمريكية مع المهاجرين المكسيكيين يعني ما يعاني منه المهاجرون اليوم كذلك في عملية التنقل عن طريق دول البلقان فعلى ما يبدو أنه يعني ثنائية الهجرة والحملات الانتخابية ثنائية الهجرة وكسب الديناميكية أو التعبية الجماعية والشعبية في سياق يعني اليوم التحولات المناخية وعنف المناخ وفي إطار يعني اللاعدالة البيئية واستنزاف الثروات المائية والطبيعية والمزيد من حرق الوقود الأحفوري يعني على ما يبدو مستقبلا أنه ستظل يعني الهجرة أحد أبرز الملفات الحارقة على جدول أعمال الدول والمنظمات الحكومية وكذلك حتى المنظمات غير الحكومية والقواء التقدمية أو الديمقراطية والتي تناظل يعني وتكافح من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومن أجل حرية التنقل فأنه هذا يعني توجه عالمي اليوم ليس فقط منحصر في الدولة الإيطالية أو الفرنسية وهذا يعني أساسا حتى من قبل جورج ياميلوني نذكر جيدا القوانين الزجرية التي قام بها يعني ما تينو سالفيني في إيطاليا وحرص يعني لوتشيانا لمرجيزيا وزيرة الداخلية السابقة الإيطالية اليوم يعني كذلك ربما حتى في تونس قد تكون يعني في بعض البلديات مثل بلدية سفاقس على سبيل المثال أو في بعض المحطات الانتخابية الأخرى ولو أنه يعني المقارنة أو يعني صعبة مقارنة بدل أوروبية ولكن قد نشهد أيضا يعني بعض الحملات الانتخابية لأنه اليوم من أوصل البلاد التوريسية على سبيل المثال إلى أحداث عنف ما بين المهاجرين وما بين التونسيين في مدينة سفاقس أليس هو الحزب القوم التونسي الذي يعني عبد الطريق ويسر الأمور نحو تشكل أصوات يعني العنصرية التي أدت شيئا فشيئا يعني إلى بيان رئاسة الجمهورية في 21 فيفري 2023 هذا الحدث يعني الذي أنتج تصدعات ورهب المهاجرين وأدى إلى أحداث عنف في جويلة التي انتهت يوم ثلاثة جويلة بمقتل شاب في أصفاقس وبعد ذلك تم للأسف إقرار المهاجرين وضعهم على أطراف يعني المدن التوريسية أساسا في التخوم وعلى الحدود وفي الصحراء وفي الغابات وفي الوديان وهذه يعني التقسيمات المجالية أي بين أحياء أو بين مدن وما بين الأطراف هي في النهاية تميزات عنصرية تكرس فقط إلا مبدأ الحجرة والظلم والمظلومية الباحث الاجتماعي والناشط في المنتدى التونسي للحقوق خالد طبابي شكرا جزيلا لك